أبقى شايف أنه بتلوم على مين أحياناً أكتر؟ الست ولا الراجل؟ بجد؟ على حسب المشكلة بس في الغالب في الغالب إحنا بنحمل الراجل المسئولية لأنه ربنا نصحة على لما خلق الراجل خلق عنده القوامة القدرة على إدارة البيت وإدارة واحتواء الست ودي مسئولية مش سهلة أنه الراجل يكون عنده القدرة أنه يحتوي الست أنه يبدأ يفهم تغيرتها وطبيعتها يقدر هو بسهولة يدرك ده فلو عنده المساحة من الحكمة مساحة قليلة من الحكمة هيقدر يتواصل يقدر يجبها في الأرض الوسط المشكلة بتبقى أنه الراجل زي ما تكلمنا عن فكرة الندية فالندية لما هي تقف تقوله وطلقني التواصل بقى المشكلة الأساسية فنبدأ ندخل في مشكلة أكبر لأنه هو بيفهم كلامها أو بياخد كلامها حرفي وفي الغالب لو كلامها تاخد حرفي بالنص لا هيوصلنا لمساحة أو مشكلة أكبر أنا نصحت أنك ما تاخدش على كلامها خالص لا أخد على كلامها بس ما تاخدش الكلام حرفي بس في الحاجات الحرفية بالزبط أو في الحاجات الكبيرة لفيها مفعالات كمان فلو خدنا الكلام حرفي بالنص لا مشاكل كتير طبعاً يعني أنا بستغرب جداً الموضوع ده إن في حاجات كتيرة قوي الراجل ما بياخدش على كلام الست فيها لما تيجي تقوله الكلمتين دول يقوم واخدها على كرامته أو يقوم واخدها بقى على بالإحترام بتضرب عنده في الإحترام والست لما بتضرب ما يام ما بتقولك غير اللمبة وما بتتغيرش ما أنا لما بتقولك طلق لما تطلق لما بتقول الكلام ده بتقوله بصيغة فيها ودي نصيحة للستات حتى لما نغضب أو نزعل الكلام ما يبقاش جارح لأنه هنا الكلام بيجرح الكلام بيتقال عارفة فكرة عمرك مع ملتيني حاجة بس سحنا متفقين إن ما فيش برضو عايزة أقول حاجة طبعاً بصرف النظر عن إنه يكون فيه أي تعنيف أو إن يكون فيه أي سوق معاملة بس كمان إحنا عارفين إنه المفروض ما يكونش فيه شوية كرامة بين الرجل والست يعني الرجل والست برضو المفروض يكونوا واخدين على بعض شوية لا العلاقة الزوجية فيه دراسات معمولة عن أكتر سبب خلى الناس المتزوجين وحياتهم الزوجية كويسة بعد أو أكتر من 25 سنة السبب الرئيسي لاستمرار الجواز الاحترام كل حاجة بتتغير الحب مهما كان كبير الحب عبارة عن مشاعر والمشاعر دي بتتغير أيوة يعني لما أعمل سلوك كويس فالمشاعر دي بتزيد لما أعمل سلوك وحش المشاعر دي بتقل فأي مشاعر هي متغيرة أنا فاهمة أكيد بس أصد إن إحنا ممكن نتخطى الجزئية دي لو قدرنا إن إحنا نتخطى فيه كلام بيوجع وبيدايق وبيكون أحيانا غير مقصود ولكن بيوصل رسالة للراجل بإن أنت مش كفاية ودي أكبر مشكلة لا دي مشكلة كبيرة الراجل بيبدأ يقف عندها وتبدأ المشاكل تتغير دي مشكلة كبيرة ممكن تكتب تاني في العلاقة ما بين الراجل والست إن شاء الله أنا اللي بفكر أكتب فيه تاني عن إزايت ربي راجل آه ده ده موضوع كبير قوي ولذيذ قوي ده أنا حولته أنا عندي مجموعة فيديوهات كده كنت عملها عن إزايت ربي راجل حولتها كورس مؤخرا بس الفكرة هنا إنه زي ما اتفقنا إن إحنا عندنا مشكلة إنه الست بتقوم بأدوار ذكورية هي مش دورها فبالتالي تحولت العلاقة بقى فيها خلال النتيجة لتشوه أفكار عند الرجالة في مفاهيم عن الذكورة وعن الرجولة لازم تكون واضحة لازم الراجل يقوم بدوره كراجل عشان يجبر الست أو عشان الست تقوم بدورها كأنت لازم الراجل يقوم بدوره كراجل بشكل حقيقي فبالتالي لو الراجل اتعلم إنه يكون راجل الست هتكون ست ببساطة فإحنا بدلا ما نحمل حد فيهم المشكلة لأ كل واحد يقوم بدوره فإزاي نربي راجل ودي للأسف مشكلة موجودة في المجتمع بسبب إنه اللي بيربي دلوقتي في الغالب أمهات مش رجالة فالراجل الذكورة من الأمور اللي بتتعلم مش بتكتسب موضوع مهم جداً وأعتقد إنه إحنا إن شاء الله لازم نقابلك مرة تانية ونتكلم فينا وارتنا شكراً